لم تكن مشاهد تسليم الجيش الأمريكي عددا من قواعده للقوات العراقية عقب أشهر من اغتيال الشهدين قاسم سليماني وأبو مهد المهندس ورفاقهما سوى خطوة لامتصاص الغضب الشعبي والسياسي الواسع على الوجود الأمريكي في البلاد الذي نتج عنه قرار البرلمان القاضي بطرد القوات الأجنبية من العراق قرار الشعب العراقي وبرلمانه حاولت واشنطن الالتفاف عليه في جولتين مفاوضات مع الحكومة العراقية وهو ما انتقدته الهيئة التنصيقية للمقاومة العراقية معلنة رفضها نتائج المفاوضات جملة وتفصيلا وخصوصا بعد تذرع مسؤولين أمريكيين بعدم وجود جدولة قريبة لانسحاب القوات الأمريكية عدم الجدية في تعاطي إدارة بايدن مع موضوع الانسحاب العسكري من العراق قابلته المقاومة العراقية بالتأكيد على استمرار عملياتها ضد الوجود الأمريكي وأن هذه العمليات ستتخذ منحا تصعوديا وفق ما أكدت الهيئة التنصيقية للمقاومة في بيانها كما أعلنت استعداد المقاومة الكامل لأداء ما سمته أجبها الشرعي والوطني والقانوني هي لغة القوة إذن التي أكدت الهيئة أن الإدارة الأمريكية لا تفهم سواها وشددت على أن استمرار وجود القوات الأمريكية يعد انتهاكا مستمرا للدستور العراقي انتهاك أكده الجيش الأمريكي باستهدافه غير مرة قوات تابعة للحجد الشعبي وهو ما يتنافى مع وعود بايدن الانتخابية بإنهاء ما سماه الحروب اللامتناهية في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر